ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كم حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين لا تتابعوا هذا الفيديو في حال انك ما تابعت اي من اعمال مارفل لانه راح يحتوي على حرق ولا تكمل الفيديو في حال انك لسه ما تابعت مسلسل فالكون وجند الشتاء لان الفيديو بيحتوي برضو علي حرق وفي حال انك ما تابعت اعمال مارفل وحبت تتابعها بالشكل الصحيح وهو الشيء اللي تعبت وأنا أقول لكم أرجوكم تابعوا أعمال مارفل تعالوا على سنابي راح تلاقوا جميع أعمال مارفل مثبتة في الهايلايت سواء بتسلسل الأحداث أو عن طريق تاريخ الإصدار علو الكلام بعد نجاح مسلسل واندا فيجين الخنف شاري واللي بعده طلعت في قناة العربية لأول مرة في حياتي ارتفع مستوى توقعات المشاهدين وتوجهة الأنظار نحو أجدد أعمال مارفل وهو مسلسل فالكون وجند الشتاء أو The Falcon and the Winter Soldier واللي تكون من 6 حلقات بمعدل 50 دقيقة تقريبا لكل حلقة مسلسل بميزانية ضخمة وبإنتاج ضخم واستمتعت بمتابعته وربطني بالعالم السينمائي لمارفل بشكل جدا كبير وعرفني أكثر على بعض الشخصيات اللي كانت معلوماتي عنها بسيطة إلى حد ما كمان عرفني على شخصيات جديدة اللي ربما يكون لها تأثير قوي وظهور برضو قوي في عالم مارفل مستقبلا تصنيف المسلسل أكشن ومغامرة هو دراما ويسمحوا لي أضيف من عندي كوميديا لأنه مارفل للأمانة أسرفت في بعض الحلقات يعني كده في الجانب الكوميدي كوميديا حق مارفل حلوة لو سمحتم أوكي أسرفوا فيها بس إيش لها طعم ثاني يأخذنا المسلسل في رحلة أثناء الرهيب سام وباكي وبالتحديد بعد أحداث إند جايم بالإضافة لتقديم شخصيات جديدة وتحولات مهمة في شخصياتنا المفضلة وسط معركة مهمة ضد عصابة بأجندة خاصة تهدد استقرار العالم في فيديو اليوم رح نزوي مراجعة سريعة لرحلة أهم الشخصيات في المسلسل ووصولا للحلقة الأخيرة وشرح النهاية ومدى تأثيرها على العالم السينمائي لمارفل والشكر موصول لصفحة أرابيك مارفل اللي ساعدوني في إعداد هذه الحلقة واللي أنصحكم بشدة إنكم تتابعوهم صدقوني ما رح تحتاجون أي مصادر ثانية لعالم مارفل بعدهم كل شيء له علاقة بمارفل رح تلاقوه عندهم أول بأول يمكن قبل مارفل الأصلي كيف فعلى السريع سوي لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول وتعال تابعني على سناب شات وبقية مواقع التواصل الاجتماعي واربط حزامك عزيزي الوجيه وخلينا يبدأ بالرغم من تواجد اسم جند الشتاء في العنوان أو في عنوان المسلسل إلا أنه قصة سام هي التركيز الرئيسي للمسلسل واللي تبدأ بقرار أهبل بتسليمه الدرع أو درع كابتن أمريكا إلى الحكومة لعرضه في أحد المتاحف والسؤال اللي تبادر في ذهني وذهن كل متابع وعاشق لعالم مارفل السينمائي وقتها كان ويش تحس فيه يا سام يوم أنك تسلم درع ستيف روجرس بكل بساطة كذا أخص عليك بس ولكن كان للحكومة خطط أخرى للدرع ما راح يعلقونه في متحف ولا راح يخبونه في صندوق سري ولا راح يبيعونه في مزاد علني الحكومة للأسف اختارت كابتن أمريكا جديد أشقر وعيونه ملونة وأبيضاني عنصري عيني عينك هات الدرع سام انت أسمر أوكي عندك الموهلات بس معلش في واحد هنا يمثل أمريكا الأصل وهذا الشيء أشعل شرارة الأحداث وتركنا أمام صدمة هائلة كيف لشخصية عظيمة مثل ستيف روجرس يتم استبدالها بشخصية لا تفقه من القول شيء وهنا برضو بدأ سام يستشعر مدى حماقة قرار تسليمه لدرع كابتن أمريكا للحكومة أخذنا المسلسل في رحلة لحياة سام ولسن العائلية والمشاكل اللي تعرض لها وعرفنا أنه لم يتبقى من عائلة سام إلا أخته وأبنائها حياة بسيطة تعتمد على مشروع الأسرة في الصيد ولكن القارب المتعطل يشكل عائق في استمرار هذا المشروع ويرفض سام بيع القارب موضحا بأنه يحمل إرث العائلة الغريب في الموضوع أنه سام ناقض نفسه تماما بقرار التخلي عن الدرع اللي يحمل إرث ستيف روجرز ترفض تبيع القارب لأنه إرث العائلة أم الدرع ستيف أو كابتن أمريكا إرث مين يروح أمك خس عليك بس خس عليك يا سام المهم يا حبيبي ويبدأ سام بتتبع عصابة فلاك سماشرز بمساعدة واكين أو خواكين توريس ملازم طيب وحبيب في القوات الجوية الأمريكية ولاحقا يجتمع سام بباكي ومن هنا تبدأ المطاردة المصيبة مش هنا المصيبة أنه حتى بعد الفوضى هذه كلها اللي حصلت من ظهور جنود خارقين ومن تسليم الدرع إلى شخص أبيض البشرة وبمواصفات معينة ولا يفقه من القول شيئا إلا أنه سام ما غير رأيه حيا للدرع ولا زال يشوف أنه لا أنا ما أستاهل الدرع أم ما لخذت له ولكن هذا الكلام اختلف تماما من وجهة نظر سام بعد ما قابل سام الشخصية الرهيبة آيزيا برادلي وهو أحد ضحايا تجارب مصر الجندي الخارق اللي قامت الحكومة الأمريكية بتطبيقها على أصحاب البشر السوداء قديما وبعد ما قررت الحكومة إيقاف المشروع ومحوا أي دليل على تواجده تم مسح ونفي تاريخ كل من كان ضحية للتجربة ومنهم آيزيا رغم نجاح التجربة عليه وحصوله على قوة خارقة ولكن ليش؟ لأنه أسود وبعد ما عرف سام هذه القصة وهذه التفاصيل العنصرية خليني نقول أنه قصة آيزيا كانت نقطة التحول في شخصية سام وتقبلوا لفكرة أنه لا أنا رح أصير كابتن أمريكا ورح أستعيد الشيلد أو الدرع من فوق خشمهم ويكسر القاعدة سام ويرمي بالعنصرية والتمييز بعرض الحائط طبعا شخصية آيزيا يا جماعة واحدة من أجمل وأروع الشخصيات اللي قدمها المسلسل وأشوف أداء الممثل كان مرة واو حرفيا قدر بظهوره البسيط في كل مرة أنه يمرر لي كمية مشاعر كده صادقة بالذات في أول ظهور له لما بغى يخوش عليهم وكمان في آخر ظهور له في الحلقة الأخيرة رهيب رهيب من يوم عرفنا باكي وحياته معقدة ومليانة صراع نفسي ومعارك ليل ونهار فضلا عن أنه لاحقا تحول إلى أدالي القتل ولم يخرج من معركة إلا ليجد نفسه في معركة أخرى وبالرغم من هذا كله إلا أنه ستيف ما فقد الأمل فيه وشاله ووداه إلى وكاندا وهناك بدأ في رحلة علاجه وبالفعل تعالج ورجع زي الأسد ولكن بعد الفوضى اللي سواها وينتر سولجر والخبيط واللبيط والمضاربات والأكشن والقتل والحوسة اللي سواها لما كان خاضع لقوة خارجية أو فاقد السيطرة على نفسه تم العفو عن باكي من قبل الحكومة بشرط أن يخضع لعلاج نفسي وتحت ثلاثة شروط الشرط الأول باكي ما راح تسوي أي شيء قانوني اثنين باكي ممنوع أنك تؤذي أي شخص ثلاثة يا باكي تعوذ من الشيطان وقدم نفسك باسم باكي بارنز فقط لا غير جند الشتاء ده شخص ولا وراح ولكن بالرغم من كل هالشروط والتعقيدات إلا أن باكي كان شايل معه قائمة أسماء لأشخاص يريد إيقافهم أو الانتقام منهم وينطلق بعدها باكي ليشن غضبه على سام بعد مشاهدة احتفاليات تدشين كابتن أمريكا الجديد شاهدا على تحول درع صديقه من شعار العدالة إلى علامة تجارية تكسب من خلالها الحكومة كم هائل من الأموال عن طريق الإعلانات والمقابلات وحتى ألعاب الأطفال اللي تحمل شعار كابتن أمريكا وإن كان ستيف مخطئ بشأن أحقية سام للدرع فإنه مخطئ أيضا بشأن باكي وهذا كان منطق باكي وأحد أسباب غضبه الشديدة من قرار تسليم سام لدرع كابتن أمريكا للحكومة بس خلاص خلاص احنا مسمحينك يا سام خلاص انت زبطت المظبيط في النهاية خلونا نتفق على شي واحد إنه كلنا كرهنا هذا الإنسان كره ما الله بيه عليم وتمنينا إنه يموت موت شينه وينضرب ضرب ما الله بيه عليم ولكن في النهاية تحول كرهنا له إلى حب لا مش حب صراحة ولكن خفت نسبة كرهنا له بشكل يعني كبير وصرنا نحترم محبتين أكثر من في البداية يوم كان مسوي مجنون صح إنه فرق السماء عن الأرض بين السبك هذا وبين ستيف روجرز كابتن أمريكا الأصلي ولكن إيش المخرج عاوز كده يا جمعة هو يبغي يرفع ضغطنا شوية ونجح ونجح في ذلك جون والكر من جندي ومحارب في الجيش إلى الوجه والتمثال الشعبي والقوي للولايات المتحدة وهكذا تحولت حياة جون والكر بعد أن تم اختياره ككابتن أمريكا بسبب مهاراته الفائقة وحصوله على ثلاث ميداليات شرف مهارات فائقة هناك في أفغانستان يا رمة بري اشتوابك حقين وكانت ضربوا ضربهم وما عندهم حتى قوة خارق عن مهمة عليه من يداري ليش يعطوها الدرع ولكن ما اشي حالك وبدعم من زوجة جون والكر وصديقه الأقرب ليمار يشق والكر طريقه نحو الأضواء والنجومية التي انهالت عليه لاحظوا أنه قلنا أضواء ونجومية ما قلنا عظمة وانتصارات لم يدرك والكر بشخصيته الاندفاعية مدى جدية الموضوع وكلنا كنا عارفين أن السلفة مسألة وقت إلينا الثور هذا راح يرتكب خطأ يكلف الكثير ويجيب العيد وبالفعل هذا اللي حصل جاب أم العيد في كثير من مشاهد القتال بين الشخصيات شفنا والكر أول شي يرمي الدرع كده بشكل غلط كان يرمي تبسي شفنا برضو اندفاعه في القبض على العصابة مما أدى إلى إفساد خطة سام في محاولة إقناعه بالرغم من أنه سام كان على بعد خطوة من أنه يقنع كارلي ولكن ثور الله في أرضه هذا خرب أم الدنيا ببساطة كده لا يملك جون أي مقاومات أن يكون بطل ذو صلاحية كبيرة ويتبين لنا أكثر بعد أن قرر أخونا في الله أنه ياخذ مصل الجند الخارق ومن ثم قتل الشخص الخطأ أمام الجميع ستيف ما كان حيسوي كذا أبدا ستيف ما كان رح يخلي الأمور توصل لها المستوى أصلا كان قفلها من هناك يا أخي يا أخي ستيف يا أخي والله يبتو حشنا يا أخي خلاصة الكلام يا جماعة أنه بعد الفضيحة المينية لبستين نيلا هذه تم سحب اسم كابتن أمريكا من جون والكر وبعدها مباشرة يتم التواصل معاه من قبل شخصية غامضة اسمها فالنتينا أليقراد ديفونتين أمن تكون هذه الشخصية الغامضة يا ترى فالنتينا يا جماعة في الكوميكس هي عميلة لمنظمة شيلد ويتم إطلاق اسم العميل 14 عليها وفي قصص أخرى من قصص مارفل يطلق عليها اسم مادام هيدرا يب مادام هيدرا إيش بك مستغرب ولكن وإلى الآن ما حد متأكد هي مين بالضبط وتشتغل لصالح مين بالضبط ولكن الأكيد أنه راح نعرف هذه المعلومة مستقبلا في أفلام وأعمال عالم مارفل ورح نشوف الستي دي أكثر من مرة بعد أحداث Avengers Infinite War وبالتحديد بعد أسنابة تبع ثانس واللي اختفى فيها نصف سكان الكوكب تحدث شعوب العالم لمساعدة بعضها البعض واستطاع الكثير من الناس إيجاد مكان لهم في المجتمع بعد معانات سنوات طويلة ناس كانوا مشردين وبعد اختفاء نصف سكان الكوكب لقيل أنفسهم أماكن يسكنوا فيها ناس كانوا مهاجرين غير شرعيين وبعد اختفاء نصف سكان الكوكب قدروا أنهم يستقرون ولكن بعد ما رجع كل الناس اللي كانوا مختفيين أو نصف سكان الكوكب إيش راح يكون مصير الناس هذول المساكين اللي كانوا مبسوطين ومرتاحين خلال خمس سنوات هل راح يتم طردهم من بيوتهم هل راح يتم ترحيلهم هل وهل وهل وكثير من الأسئلة فعصابة فلاكس ماشرز هي ضد كل هذا وعندهم أهداف ثانية كثيرة منها ضمان حياة أفضل للمهاجرين والمشردين وغيرها من هذه الإشكاليات وتوحيد شعوب العالم وكسر قاعدة الحدود اللي بين الدول وغيرها وكل هذا تم بقيادة المستفزة كارلي مورغينثاو التي لا تكترث لأي عقبة أمامها حتى إن اضطرت إنها تقتل بعض الأشخاص في سبيل قضيتها هي والفلاكس ماشرز أنا عمري ما كرهت اللهجة البريطانية أنا أحب اللهجة البريطانية واستمتع فيها ولكن شكرا شكرا يا كارلي أبدعتي الشخصيات الجانبية في المسلسل أضافت فرصة للربط بين المسلسل وعالم مارفل السينمائي بداية بشخصية زيمو اللي خطف الأضواء في البداية برقصة الشهيرة وانتهاء بشخصية شيرون كارتر بارون زيمو يا جماعة وبعد تسبب قتل ملك وكاندا السابق تشاتشاكا تشاكا أصبح زيمو هدف لوكاندا بعد تهريبه من السجن بواسطة باكي يا لسخرية القدر وعودته إلى السجن درافت أو السجن العوامة في نهاية المسلسل قد يكون لسبب معين وقولوا لي ليش في الكوميكس يجي ثاديوس روس أو وزير الخارجية الأمريكي ويسوي فريق أو يشكل فريق مجرمين باسم Thunder Bullets واللي نعرفه إن سجن العوامة أو السجن ذاكي اللي في وسط الموية تم احتجاز الأفينجرز فيه خلال أحداث فيلم Civil War وهو برضو تحت إدارة روس أو وزير الخارجية الأمريكية ولو تم اقتباس هالجزئية من الكوميكس بالضبط رح يبدأ ثاديوس روس بتشكيل فريق Thunder Bullets ورح يكون قائدهم من بارون زيمو أحسن مش أكيد ربما وربما لا ولكن اللي أنا متأكد منه إن زيمو مش راح ينتهي ببساطة دي الشخصية دي نحبت بالرغم إنها كريهة وقاتل ومجرم إلا إنه نبغى نشوفه أما بالنسبة لشخصية شيرون واللي هي أحد الشخصيات اللي كان ظهورها نادر جدا في المسلسل ولكنه كان مجرد تمهيد لتحولها لشخصية شريرة بعد إن اكتشفنا بأنها هي رأس المصائب كلها وهي اللي صنعت الجنود الخارقين وكل الفوضى اللي في المسلسل من تحت رأسها إيه الله يرحمك يا سيت كارتر لو تدري تشوفي قريبتك إيش قاعدة تسوي بل إنه لها مكانة كبيرة في مدينة مادريبور واللي هي مدينة خارج سلطة العالم ومليانة مجرمين وقتل ومرتزقة وخلال كل هالسنوات اللي ظلت فيها كارتر أو شيرون منبوذة بعد إحداث سيفل وور جلست تبني إمبراطوريتها الخاصة بأسلوبها وبطريقتها الخاصة والله يسترويش ناوية عليه تنطلق الحلقة الأخيرة بهجوم الفلاك سماشرز على مجلس جي آر سي واللي أدى إلى معركة من عدة أطراف كابتن أمريكا الجديد باكي جون وولكر شيرون كارتر والفلاك سماشر وأدى ذلك إلى مقتل كارلي وظهور بطولية سام أمام الجميع وبعد انتهاء المعركة تشق كل شخصية طريقها المستقل واللي راح يتم استكشافه في أعمال مارفل القادمة سام ويلسن راح نشوفه مرة ثانية في جزء رابع من كابتن أمريكا واللي تم الإعلان عنه بعد انتهاء المسلسل وبالنسبة لباكي مغامراته القادمة غير واضحة حتى الآن ولكن الأقرب هو أنه راح يكون دائما جنبا إلى جنب بجوار سام أو كابتن أمريكا الجديد في فيلم كابتن أمريكا الرابع أما بالنسبة لجون وولكر قد يكون له مكان في فريق ثندر بولتس واللي انتشرت إشاعات بأن مارفل في مرحلة تطوير عمل خاص له وسواء حصل هالشيء أو لا الأكيد بأننا راح نشوف وولكر مرة ثانية مستقبلا بمسماها الجديد أما بالنسبة لشيرون كارتر بعد عودتها إلى الولايات المتحدة واستعادتها لمنصبها في الاستخبارات راح تكون مصدر خطر كبير على فالكون في الفيلم القادم أو خلينا نقول على كابتن أمريكا الجديد في الفيلم القادم بعد ما اكتشفنا أنه هي راس المصائب كلها تخيل واحدة بقدرتها وسلطتها الجديدة في الاستخبارات وإجرامها أو فكرها الإجرامي إيش راح تقدر تسوي وفي نظرية من النظريات المنتشرة حاليا يقولون أنه شيرون مش شيرون اللي نعرفها وإنما هي سكرال أو مخلوق من المخلوقات الفضائية اللي تغير أشكالها اللي ظهرت في فيلم كابتن مارفل وتسللها للحكومة الأمريكية ربما يكون بداية أحداث مسلسل سيكريت إن فيجين واللي بيكون من بطولة سامول جاكسون وإيميليا كلارك وأوليفيا كولدمين واللي راح يحكي قصة غزو السكارلز لكوكب الأرض بشكل سري والصدمة إيش إنه ربما راح نشوف العديد من شخصيات عالم مارفل ما هي إلا مجرد سكرال أو كائنات فضائية متنكرة على هيئتهم الله يستر بس وأخيرا واكين توريس أو واكين توريس وبعد استلامه لزي فالكون من المتوقع إنه يكون توريس هو فالكون الجديد بعد أن أصبح سام كابتن أمريكا الجديد هذه تقريبا أهم المعلومات اللي نحتاج نعرفها من باب الاستعداد لباقي أعمال عالم مارفل السينماء القادمة شكرا مارفل على المسلسل الجميل استمتعنا فيه وبأجواء الشيقة الممزوجة بالأكشن والمغامرات الرهيبة والكوميديا البسيطة وشكرا برضو لأرابيك مارفل على التغطية الجميلة لهذا المسلسل ولكل أعمال مارفل بشكل عام وشكرا لكم أنتم كمان يا جماعة على الدعم الجميل أنا عارف جمهور مارفل لسه قاعد يكبر في القناة فيش أنا مؤمن فيكم أنكم راح تزبطوا المظبيط وراح تنشروا الفيديو لكل شخص مهتم بعالم مارفل لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم